لم تدم طويلا حرية حركة الميليشيات الموالية لإيران في سوريا التي أصبح لها ليد الطولة فوق سلطة النظام الذي منحها بنفسه امتيازات كبيرة تفوق امتيازات قواته الميليشيات التي اتخذت من شمال لشرق سوريا وجنوبها الغربي ووسطها مقرات لقواعدها العسكرية بدأت حاليا تعيد انتشارها وسط تعليمات برفع حالة الاستنفار مع استمرار القصف الامريكي والصهيوني الذي زاد في الفترة الاخيرة مصادر مطلعة اكدت ان حركة مرور الميليشيات الى العراق متوقفة تماما في وقت تأتي الارتال العسكرية من العراق الى سوريا بانتظام فيما يشبه الاعداد لحرب مفتوحة لا توقيت لها ولا نهاية تزامنا مع تخبط طهران بعد اغتيال العالم الايراني محسن فخر زادا بالنسبة لتل ابيب في المرحلة الراهنة يبدو مهما لها في ضوء فوز جو بايدن التأكيد لادارة الامريكية الجديدة ان هناك امورا ثابتة لا يمكن ان تتراجع عنها بغض النظر عن المقيم في البيت الابيض يظل السؤال كيف سترد طهران يأتي الجواب بحسب الوقائع انها لن ترد على تل ابيب او واشنطن وقد اكتشفت في طبيعة الحال ان ليس في استطاعتها الاقدام على اي عمل عسكري ذي شأن لا سيما مع عجزها عن الرد على قتل سليماني وهي حيثية تعوضها بتعزيز وجودها على الارض واستهداف اكبر للمدنيين لا سيما في العراق وسوريا واليمن واقع حول سوريا الى ساحة لتصفية الحسابات والمخططات المتواصلة لايران لانجاز مشروع قدم مناطق اكثر ثم العودة لطاولة المفاوضات وفرض امر واقع على المستوى المحلي السوري يظهر الرفض الشعبي للوجود الايراني في سوريا وخصوصا بعد عمليات الاعتقال ثم القتل الممنهج التي طالت قادة الفصائل في درعا التي وقعت التسوية مع النظام وروسيا واصبح واضحا ان ايران هي المحرك الاساسي لاجهاض اي حل سياسي ولو كان على مستوى تسوية ليستمر حمام الدم السوري